السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين لبس عليكم بخير في هذا الفيديو بغيت نشكر في المقدمة ديالو الناس اللي متبعيني وكذلك نشكر الناس لعد دخلاته جديدة مهم شكر خاص بالنسبة ليهم مهم دا بندزو الوصفة ديالنا غادي نديرو واحد الخبيزات خبيزات نبدلو بهم الجو والمعتاد الخبز العادي ديالنا نديروه بشي طريقة اللي عجبنا الحال ونشربو واحد الكويس ديال اتي وحنا راشقالينا ومبدلين تغيير اي حاجة الى بقينا كنديروها بشكل روتيني فاكملوا منها وحنا نفسي ديالنا كتعية فلما لا ان هدوك الخبزات اللي هما عاديين نديروهم بشكل جديد ونستمتعو بالوقت ديالنا اللي نشربوه فيه اتي لكن عدة طرق ديال الخبز انا غنعطيكم غير سهلة فيهم بحل الخبز العادي كما كتشوفوا راني خديت شوية شوية من الحاجة نقدرون نقولو زلاف زلاف من الحاجة اخديت من دقيق ديال القمح من دقيق ديال الفارينة اخديت من الفورس المهم اي دقيق عندكم استعملوه البلبولة تهي استعملت دقيق ديالها وزيت واحد جوج معالق ديال الخميرة كبيرة لان دبا الحل بارد ماشي بحل الصيف كنحتاجو غير مع القارة كافية واحد شوية ديال الملحة حسب الضوق وكذلك كنزيدو وحد نصف معالقة كبيرة ديالت سكار سانيدة او لا العسن قادرون نستعملو ومعالقة حصل يكون ديالك افضل هادنا عطيشكم دبا الوصفة غير السهلة اما تقدرو مثلا ودبرا كما كتشوفو كنندلكها ببيني الدياغي برشيرة سهلة بماء دافي يكون دافي لحسب الخميرة ما كذب ليش الماء بارد وما كذب ليش الماء سخون بزاف كي يبطل المفعول ديالها معلومة المبتدئات مهم كما كتشوفو تقدري تدري الماء دافي او لا تخدميها بالحليب دافي انا اعطيتكم الوصفة غير سهلة مهم انا كنقول لكم دابا تقدرو اشنو تضيفو تقدرو تضيفو الزرارة وديرو بيضة وديرو كذلك او لحليب دافي كما كتشوفو انا من اللي ساليتها ووجمعتها دلكتابيني الدياب حلقايا ارا زد فيها وحت شوية ديال زيت العود باش ما تبقاش تلصق كما اللون مهم هنا را خليتها ارتاحت دخلت انا لواحد الفران ديالي كان داجا مطيبة فيه كيكا بقي سخون دغيارة خمرات معايا كما كتشوفو كنكورها بين الدياب حلقا بهالطريقة هادي على شكل كورة هذا اللي كتشوفو قدامكم حليب دافي كان اغتصها فيه وكان ديالي هالطريقة كما كتشوفو في الزرارة كان نكمل على هاد الكورات هادو حتى كنا نحصل على على الحبات ديالي ديال الخبز وكان ديرو في الزرارة اما كتكون مغطية بورق الطبخ او لا غتشوفو في الفيديو را غادي نوريكم ان اللاطا ديالي لان ورق الطبخ سعلى عندي فدائما الباديل كندير الباديل غطيتها بالدقيق ولكن تغطيوها مزيان باش ما تلسقش معاكم في الزرارة حيث كما شتوهم مرابقة ومرخوفين وجاريات وهذا هو السر اللي غايجيبهم فشفشات وزوينات تبعوا معايا هالطريقة هادي ورا غا تحصلوا على خبز ازوين ان شاء الله مهم الفران كنسخنوه من زيان وندخلو اللاطا ديالنا ونحضيوهرا ضروري ما نحضيو اللي خلنا الفران من اللي طيب معنا الخبز كي يخرج واحد الخبز رائع وجميل كما قلت لكم كي يبدى النفسية كي يبدى المنظر مهم لابنات انا ضربت عليكم في الغضراء كنتمنا الخبيزة الدلي والوصفة اتعجبكم وان شاء الله انطلقوا في فيديو اخر ووصفة اخرى او لا روتين او لا كما عملتكم دائما الجديد في قناتي وشكرا لوافائكم التتبع ديالكم والى اللقاء مع السلامة في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة